فضيلة الشيخ بعض الناس يقول بأن نوم الصائم عبادة هل هذا الكلام على مجماله وهل هو صحيح ليس على إطلاقه بل المراد النوم الذي لا يفرط الإنسان فيه بصلاة الفريضة في وقتها مع الجماعة النوم الذي لا يأخذه عن المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة فإذا نوى بالنوم في الوقت المناسب نوى به التقوي على الصيام فهو عبادة ونوى الاستعانة به على مواصلة الصيام فإن النوم يكون عبادة لأنه يريد به تقوي على العبادة والوسيلة إلى الشيء تعطى حكمه فالمدار على النيات والمقاصد هذا لمن لا يفرط في صلواته وينام معظم النهار ويقول أنا صايم الصايم لا يضيع الصلوات الصلوات آكد من الصيام فعليه أن يتأمل هذا والوقت ماسع ولله الحمد لا يجعل لكل شيء وقته ولا يزاحم بعض الأمور ببعض حتى تضيع عليه الفضائل تضيع عليه الفرص نعم ترجمة نانسي قنقر